اشتركوا في القناة صحة وسعادة نور دبي هذا صباح ما شاء الله جميل ومسا ما لكي يعرف يوم الثلاثة يوم هادي يعني بين زحمة الأحد وبين ربشة الخميس حتى تلاقي الدوام بالعادي يكون هادي فأول شيء راح بالطاقة الموجود معاي منو موجود معاي؟ في الأخراج؟ حمد صفار وميرا اللي غفلي في التنسيق ونصبح على الناس الواصلة لدواماتها نتعلم لكم اللي بعد ما وصل لدوام إن شاء الله يوصل بالسلامة ونذكركم أول شيء برقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما تعودتوا علينا دائما نقول هل وسائل التواصل معانا عشان اطرشون اقتراحاتكم شكاويكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم أي شي تحسوا ممكن يساهم في تعزيز القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام بالإضافة إذا عندكم موضوع طبي سؤال طبي قضية طبية على وزن قضية كروية بما أن الناس مجغولة بالقضايا الكروية لكن برنامجنا نبال قضايا الصحية يعني مثلا سمعتوا معلومة مثلا عن وسائل التواصل سؤال طبي عن حالة تعرفونها عشان تعم المنفعة ولا ما نقول تواصلوا معانا من بداية البرنامج فهو اللي فائدتكم لأن يكون عندنا مساحة أكبر للإجابة عن الأسئلة للنساء الأطباء متخصصين وبالتالي توصلكم المعلومة كاملة فتواصلوا معانا وإن شاء الله ترأي مساهماتكم خلال الحلقة وصباحك ورد يا محمود أبحث الله بالخير دكتورة كيف بديتي من غيري؟ شفت؟ على طول يعني نعطيك مساحة عشان ما تتوتر وتسرع في القيادة عموما مستمعينا نبتدي معانكم حلقتنا لكن نخبركم أننا نبغي مداخلاتكم اليوم ما نفتح المجال لكم إذا أحد عنده أي مداخل عنده أي شغلة ممكن أن يتواصل معانا على الأرقام اللي ذكرتها الدكتورة على 60055-1414 الرصاصة سحرية ثورية تنقذ حياة الرجال الحمد لله تنقذ بعد ليس بشي ثاني كيف رصاصة تنقذ؟ تمكنت رصاصة سحرية مطورة من قتل خلايا البروستاتا السرطانية لدى المرضى الذين فصلتهم عن الموت أسابيع قليلة فقط ووجدت دراسة قبرصية أن 6 من أصل 10 من المرضى يعانون من حالة متطورة من سرطان البروستاتا قد تماثلوا للشفاء بعد عام من خضوعهم لعلاج يستخدم جزيئا يربط نفسه بخلايا الورم قبل إطلاق طاقة مدمرة للسرطان ويعتقد الباحثون أن العلاج المدهش يمكن تطبيقه على أشكال أخرى من السرطان بما في ذلك الدماغ والغدة الدراقية والكلاب ويستخدم أو يستخدم يستخدم العلاج الجديد جزئية ذات هندسة كيميائية تعرف باسم مستضد بروستاتي نوعي وصفت بأنها تعمل مثابة حصان طروادة عند دخولها الخلايا السرطانية تعرفين شو يعني حصان طروادة؟ تعني بس أك لا أكدت عندك معلومة عنه هذه يعني في التاريخ معروف قصة حصان طروادة لما احتلوا اليونانين على مدينة طروادة التاريخ جنود؟ مدينة أيها بالضبط عموما هذه الخلايا السرطانية عند دخولها يعني وصفت بأنها تعمل مثابة حصان طروادة عند دخولها الخلايا السرطانية قبل أن تطلق الطاقة النووية التي تتمر الأورام يعني هيدا الشجد هم الخلايا السرطانية مبعرف أن هذا شو مروا واحدة دمرها صحيح فهذه الفكرة كلها بعد إجراء تجربة على ثلاثين رجل مصابا بسرطان بروستاتا المتطور قال كبير الباحثين جيوفاني باقانيلي من المعهد الأوروبي للأورام لقد حققنا إنجازا عظيما هذا هو الطب الحقيقي المسادف غير سام وفعال ويحمل مميزات يمكن تطبيقها في المرحلة الأخيرة من المرض ومن المرجح أن يحقق نتائج أفضل في المراحل المبكرة وفي حديثه عن غياب الآثار الجانبية للعلاج أضاف باقانيلي قائلا لقد خاف الناس من العنصر النووي في هذا النوع من العلاج ولكننا أظهرنا أنه آمن إنها كمية ضئيلة من الطاقة النووية التي يتم تسليمها للخلايا وهي ليست كافية للتسبب في آثار جانبية شديدة يذكر أن سرطان برستاتا يصيب حوالي 47 ألف رجل سنويا في بريطانيا ويقتل حوالي 19 رجلا من بين 100 ألف سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت النتاج المؤتمر الدولي للأورام السريرية في قبرص يا السلام والله هل دراسات لما نقراها كل يوم في صحة وسعادة؟ أنا أحس بسعادة لأن كل هذه الدراسات أنه عدم استخدام الأدوية استخدام طرق جديدة وفي أمراض كبيرة نفس لما قرأنا عن التطعيم لعلاج مرض السكر النوع الأول والحين هذا اللي هو عبارة عن مثلاً ما ذكرنا دراسة شيء غير سام جرعة ضئيلة من الطاقة النووية وفي هيئة الصحة عندنا قسم كامل للطاقة النووية نستخدم لعلاج كثير من الأمراض لكن هذا يعتبر نوع منواع الابتكار أن كمية قليلة من الطاقة النووية ترتبط بالخلايا السرطانية بالتالي بعدين اتدمرها فالمحمود يعني تعاف هذا بيوفر على المرضى ممكن كيماوي الإشعاع وخصوصاً جربه في المراحل الأخيرة بسبب الناس بتموت أسابيعه بتموت فصراحة إنجاز رائع الله يطاول في عمرك ومستمعين وعمر مخرجنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله ترى محمد صفار يد ما شاء الله تبارك الرحمن ما يبين عليه ما شاء الله صح فواد الزواج المبكر صح فيه وايد فوايد لزواج المبكر صح زواج مبكر كم يعني 15-16 ممكن 16-17 في الزبن كان نولاد عمره سنة رياية لتزوجهم عادي يشلم مسؤولية بيت أحيان عمر العشرين يقولك بعدني صغير على الزواج ما تي بيت ثلاثين يقول بعدني صغير ما قدر تحمل مسؤولية بيت مسؤولية سيارتها ما يرمي يتحمل وين بعد بيت يوهق بنت الناس والله ما أدري يعني أقول لك كلامة صح أو لنص كلامة صح أو لربع كلامة صح شو رأيك تنتي أقول كله أقول كله ما عليك ممكن لأنا بستحيل كله لأن حرام بعد يعني تكاليف الزواج المرتفعة والأول شيء نحن يقولوك نحن نشتري ريال زي أول شيء هالكلمة ما أحبت رأى يوم يشترون ريال زين تعال احسب كم بتدفع وهذا وشارين الريال شارين الريال ما أنا بعليك شيء بس شارينك انت كفاية أدبك وأخلاقك وبعدين الفاتورة شغالة العدات شغال طيب بس نحن هنا في مسألة وايد مهمة نحن نركز على شوية طلعنا برع الموضوع ولكن بما نتكلمنا عن الزواج المبكر والزواج بشكل عام نحن نركز على مسألة دكتورة الفحوصات المبكرة صحيح ما قبل الزواج وهذه تقدمها الهيئة بشكل كبير في أعتقد كل مراكزة الصحية كل مراكز ووايد مهم يونك زين قبل الملشة بيومين ثلاثة أيام لفظ والله مناسب محمول ويبغي يبغي ما يستوي زين في فحوصات قبل يومين يقول لهم مستعجلين زين ممكن ما طلعت الفحوصات ما أجر الملشة ولا واربا أجر الملشة وحاجزين قاعة وكل شيء في مداخلة عندنا بمصبح صبحك الله بالخير بمصبح صباح سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور والفرح سلو مع الزمان يا أخوك وين أنت إن شاء الله عليكم وعلى جميع المستمعين والعاملين في هذه المؤسسة الطيبة شكرا فضل بمصبح حياكم والله ما شبس والله صوخناكم ومعناكم هذا قلنا بل لازم أن نشكركم ويزاكم الله خير على مواضعكم الطيبة والعادف والذي ترجع لنا بالنفع الدائم دوبكم أهل وفا الله يبارك فيكم طول عمركم ونصبح بما أن نحن شوي يتطرق له موضوع الزواج المبكر وفحوصات ما قبل الزواج وهذا شو تعليقك والله شي طيب بالعكس والله هذا شيء يدل على يعني التطور قبل الزمان أول ما كان عندما المواضيع تفاديا للأشياء اللي يعني الواحد لا يتحب عقباها مثل ما يقولون بالعكس الواحد يوم هذا بالعكس مثل ما يقول شي طيب أنك تعرف شو اللي بيصير شو اللي هذا بتتطور الحياة والحياة تطورها كل شيء تطور الله يبارك بكم صحيح ويشترون ريال ويشترون ريال يعني في النهاية نعم مشترون ريالة في عليك ريال يشرب ذهب معدن ذهب ترى صادق بعد أغلب من ذهب الألماس عندك أي والله صدقك صدق أحل الشيء ريال بس ما يمع بعد نطلب شوية خردة مني منك عرس طيب والإنسان هذا بطيبة الحمد لله ومذهب واللي إن شاء الله يبارك فيك صدقك صدقك مشكور يا أبو مصدق نزاكم الله خير وسامحونا خذنا من وقتكم بالعكس مداخلتك جميلة شكرا لك نهارك سعيد إذن مستمعين من أطلع فاصل بعد الفاصل بنتواصل معكم ومن أتكلم عن بعض التطورات المتواصلة لهذا المشروع الطموح مشروع سلامة وتطبيق أيضا ماي تشارت هذا التطبيق اللي بنعرفكم عليه فاصل وراجعين صحة وسعادة أستعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على 600 551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام في ناس ما عصبوا على الإنستغرام ليش محمد؟ زعلانين عشان قلت يشتروه أسب شو؟ لا لا يقولون كلامك صح آه كلامك صح شكرا يزاكم الله خير وكل كل كلامها صح يا سلام وكلامي أنا كله غلط محد قال علي غلط يقولوا كلامي أنا صح أوك ليش معصوين الله يسعد صباحك يا رب وصباحكم يا جمعين طيب نحن من بين أهم المشروعات التي أنجزتها هي تصحة في دبي بوقت قياسي خلال العام الماضي مشروع الملف الإلكتروني الشامل سلامة اللي يعد الأكبر والأول من نوعه والأحدث في تكامل تقنياته على مستوى منطقة الشرق الأوسط أهمية هذا المشروع تبرز في قيمته المضافة لمنظومة الصحة في دبي وأيضا ليس مجرد مشروع تقني إلكتروني تنظيم ملفات المرضى هي طفرة في خدمة المتعاملين تحسين رحلتهم وأيضا يتجاوى سلامة كل هذه النتاج والأهداف عشان تتكامل قيمته في رفع مستوى كفاءة منشآت الهيئة من المستشآت المراكز والعيادات الطبية إلى جانب دعم اتخاذ القرار بداية من قرارات العلاج عند الأطباء صحيح وحتى قرارات القيادات الهيئة والمسؤولين عن التخطيط ورسم السياسات لأن لما أنا تكون عندي قاعدة بيانات قوية مثل القاعدة التي يوفرها هذا المشروع أكيد يعني ما ندخل نحن إلى قرارات سليمة تخدم هذا القطاع معنا في الستوديو المهندس والأخ العزيز وليد الظهوري رئيس قسم إدارة تقنية المعلومات في إدارة تقنية المعلومات صح المسلمة هذا؟ رئيس قسم التطبيقات رئيس قسم التطبيقات في إدارة تقنية المعلومات نحن نرحب فيك واسمح لنا بس أخوي وليد ناخذ هذه المداخلة وندخل في الموضوع بما أننا نحن دائما نقول أن برنامجنا هو موجه للناس محمد صباحك الله بالخير سلام عليكم عليكم السلام هل أخي محمد تفضل أنا بس كتب أشكر الهيئة على التطبيق أنا وجهت حق المركب صحي وخذيت الكود ما التفعيل فعلت حقي وحق الوالد نعم حق ماي تشارد صحيح نعم النتائج كلها تصل سهولة يعني بدون ما يعني لو واحد يتوجه حق المركز ويترية يعني النتائج غير شيء يذكرونك بالمواعيد بس هو في شيء واحد يوم الدكتور مثلا يكتب لنا تحالي نعم ما يطلع لك شو التحالي المستقبلية صحيح ما يطلع لك نتيجة التحالي الحالي بس هذا الشيء آي الملاحظة الوحيدة صحيح مشكور مشكور يا محمد إذن سبحان الله تونه بلشنا سيد وليد وهذه يعني يعني استعراض لبعض يعني خدمات المرتبطة بسلامة أيضا وبالتطبيق نفس صحيح صحيح أيني أبغي نتكلم عن مشروع سلامة مراحلة أهداف نذكر المستمعين اللي ما يعرشوا هذا المشروع بعد كذلك أننا ممكن يتعرف على هذا المشروع خلنا ناخد نبذة سريعة عن مشروع سلامة بشكل مختصر من ناحية تقنينا مشروع سلامة تم إطلاقه كمرحلة أولى في شهر أربعة 2017 في مستشفى الراشد وتم الانتقال لعدة مراحل وشهر 11 انتهنا جميع المراحل وكل العيادات وكل مستشفيها لتتبع لهيات الصحة بدبي نزيل الهدف المشروع هذا يكون ملفات المرضى عندنا نحن غير ورقية صحيح فمسهل عملية للطلاع على منافات المريض والحالة للمريض بأي دكتور بأي مستشفى في أي وقت صحيح وطبعا نظام سلامة تم ربطه بالإسعاف حاليا عند إسعاف أي شخص توصلنا درجة خطورة الحالة وعساس نقدر نخطط قبل ما يوصل المريض وشو المفروض الجهزة قبل ما يوصل وشو عدد الأسرة الجهزة وشو الأشياء كثيرة يعني كم علومات وطبعا نظام سلامة هو الأول على الشرق والوسط والمنظومة بهذا الحجم الكبير اللي طبقنا نحن طبقنا على أربع مستشفيات الهيئة الصحة وتقريبا نحن عشان مركز صحي وبإضافة مركز تخصصية تقريبا 27 ل30 مركز صحي صحيح وطبعا إنجاز كبير كذلك للهيئة والهيئة انتقلت يعني كما في تصنيف عالمي للنظمة الصحية الهيئة انتقلت من همزي سامونه من تو لسكس صحيح وهذا إنجاز كبير يعني للهيئة بنفسها بالضبط لما نتعقل على الرسالة الإيجابية اللي يعتنا من المتعامل إنه شو الأثر الإيجابي على المتعامل نحن هل نحن كطاقم طبي استفادنا منه بشكل كبير المتعامل شو يستفيد من تطبيق نظام صحي إلكتروني أولا يتعرف على المواعيد المواعيد القادمة المواعيد بعد نتائج التحاليل صح ملخص الزيارة أدوية اللي هو قاعد ياخذها بالضبط وفيه أشياء إضافية بنسبة لنحن أحين لهدف الزيارة اليوم لتعريف المستخدم على الخطوات الجديدة اللي بنتبع إن شاء الله بنضام تطبيق ماي شارت ونفس الشيء في صحتي تم ربط تطبيق صحتي بعد بنضام سلامة تم تقرير الخطوات أحين مثلا قال المتصل أني أنا سرة المركز عشان أفاعل صحيح أحين استحدثنا خطوات جديدة من خلال الموقع الإلكتروني ممكن تفعيل خدمة مي شارت ونحظوا العدد التعليل صحيح كيف شرح لهذه ولي ضرورية كيف ممكن من خلال موقع الإلكتروني يفعل التطبيق خلاص عند زيارة الموقع يتطلب وشي تسجيل نذكر بس بالموقع www.dha.gov.ae في عندنا رابط مكتوب عليها دخول أو بالإنجليزي لوجين الدخول على الرابط هذا الرابط هذا يعطيش خيارين أولا دخول أو تسجيل إذا كان المستخدم جديد طبعا تسجيل إذا كان طبعا دخول الخطوة الثانية إذا سجل أو دخل على النظام عندك خيار مي شارت يضغط عليه ويدخل بيانات البطاقة الصحية ورقم وطاريخ الميلاد يوصل على بناء على ملف صحي SMS على الرقم المسجل في النظام نظام سلام يوصل على SMS على سسنة أنه يفعل النظام ويقدر ينزل تطبيق صحتي ويستخدم كل الخصاص التي فيه باستخدام المستخدم والمستخدم والمسجل التي يضعها على الموقع ممتاز هذا طبعا تذكير للناس أن يجددون يحدثون أرقام الهواتف الموجودة يتأكدون أن الرقم تابع لك أنت لا يكون رقم دريول أو رقم مستخدم في البيت ويوصل المسجل هو أصلا ما يعرف هاي نعاني منه أحيانا في العيادات أو رقم يكون قديم ممكن أو غير مستخدم أو غير ورقامهم عشان يستفيدون من خدمة ميتشارت عطاري رقم دريول أتذكر أيام أيام المدرسة كنا في وضويين فكتعطنهم بدأ رقم البيت رقم الدكان عشان ما يحل يتصل بيتهم يقول محمود سوى ما سوى هاي قلت لي أنت كتشاطر كتشاطر بس شوية فوضوي فأزين أخوي وليد نكمل عن موضوع ميتشارت من الخصاص الأساسية اللي عندنا نحن ميتشارت وصحتي مثلا إذا عندك كبير سن في البيت ولا طفل ممكن شوية لنصر اتباع الخطوات تسجل ليوزر نيم باسورد وضيفة في صحتي وميتشارت ونفس الشي تقدر تتابع حالته إذا تتابع حالته أدويته ومواعيده صحيح وصحتي بعد في خصائص كثيرة يعني لو أنت دورين على دكتور في دبي لو أنت دورين موجودة في صحتي وإن شاء الله نوعد المستخدمين بتبسيط الإجراءات أكثر عن شي بعد زيادة نحن نبسط الإجراءات نأخذ في عيني أول شي أول شي تبسيط الإجراءات وسعادة المتعاملين وتاني شي الأمان بالضبط يعني في مستخدم قال ليش أنا ما قدر أستخدم نفس الإيميل لكل عائلتي وأنا طبعا كأمان مفروض كل شخص يكون له البريد الإلكتروني الخاص بالضبط صحيح خصوصية المتعامل نفسه معلومات وغيرها فعشان شي يفضل لكل شخص بريد إلكتروني طيب إذا رقم الموبايل واحد في الملف الصحي يعني يمكن رب الأسرة ما في إشكالية لو بيفعل الميتشارج طيب أنت ذكرت أن في لها أثر على رحلة المتعاملين داخل المستشفى ومراكز الصحية الأولية نبغي أن نعرف شو الجديد اللي دخل على مايشارت مايشارت أحيان الشي الكبير اللي جد دخلنا تبسيط الإجراءات بس لو بتكلم عن خصائص مايشارت هي كثيرة يعني كتبسيط التأكيد المواعيد شو اللي سوا يعني حسن من رحلة المتعاملين في في الهيئة حد من الناس يعني أول ما بلشنا تطبيق سلامة تذكر وليد أنه كان الناس مستاذين يقولوا والله تأخرونها في المواعيد وتسوونها أو ما أدري كذا وكانوا حتى حتى عندنا الدكاتر كانوا مستاذين أو العاملين على النظام ما كانوا حابين النظام اليوم المسألة اختلفت تماما بالضبط صار في تحول تام في وجهة نظرة سواء متعامل أو الطبيب أو الطاقم الطبي في تعاملهم مع السلامة فلو نشرح بعد المتعامل أنه كيف أثر على رحلة المتعامل حتى على وقت استشارة الطبيب له لما يدخل عن الطبيب كيف أثر عليه سلامة سلامة شوفه بشكل صريح أنا مختص من ناحية من ناحية التطبيقات نحن عارفين بس أنه بشكل عام نحن نتحدث عن مشروع يعني في النهاية يسحب على التطبيقات طبعا طبعا نتحدث عن نظام سلامة لا تتحدث عن نتائج تطلع بيوم بيومين مثل ما قلنا أشياء كثيرة هي تؤدي لتأخير المواعيد يعني سونا دراسة كبيرة من الأشياء التي تأثر علينا نحن نطرش تذكير مواعيد والناس يتخلفون يعني نسبة التخلف على المواعيد والحضور كبيرة يعني فيها أشخاص مخدين مواعيد وما يحضرون هاي من الانتجار الكبيرة نحن خلينا رقم التحديث بالرقم الهوية أساسي عندنا نحن كخطوات من هذا عساسها وفيها خطوات بعد تذكيرية نحن نذكر الناس على مواعيدهم عساس أن ما يكون فيه تخلف يأثر على الناس اللي محتاجين المواعيد هذا بعد بالضغط صحيح جميل والخصائص اللي يجيد نحن عندنا نحن نفطط طبيقات الشخص إذا يبقي يأكد المواعيد ولا يلغي المواعيد صحيح يعني إذا ألغى المواعيد يعطي فرص الناس ثانيا بعد شكل كبير صحيح طيب وليد عندنا كم تطبيق في هيئة الصحة تابع له هيئة الصحة تقريبا عندنا تطبيق هو حاليا مايشارت وتقريبا صحتي لازم نتصوي خطة دمج للاثنين يكون تطبيق واحد إن شاء الله منتاز عندك طفلي عندك طفلي طبعا نتشجع في الأمومة وتقدر تعرف المراحل قبل الحمل للولادة هذا تطبيق وايد مهم نحن نذكر فيه تطبيق طفلي خاصة بالنسبة للأمهات والحوامل وأيضا اللي يفكرون إن شاء الله يعني الله يرزقهم بالذرية الصالحة فيه معلومات كثيرة من مصادر موثوقة بتساعدهم يعني أنهم يعني يتعرفون على أهم الأشياء اللي بساعدهم في الحمل والولادة والعناية بالطفل طيب طفلي صحتي حياتي 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 طبعا المرضى السكري حلوة طبعا هو المرضى السكري وغير المرضى السكري بعد كذلك تتقيف من ناحية الأنشطة اللي يجب يسوونها من ناحية المواد العلمية كيف الشخص يعني يحافظ على نسبة قياس الجلوكوز عنده في الدم متى يكون نسبة الجلوكوز مرتفعة مواد غداية تصح فيها لها جميل هذه التطبيقات كلها مع بعض ممكن أن ترتبط مع ماي شارت والتي يتم توزيع بشكل بآخر لأن ماي شارت يوجد في مريضة السكري في الأم في الحامل في النساء يستوي الدمج يعني كله في تطبيق واحد أو يمكن أن يتواصلون بشكل أو بآخر كخصائص أساسية ممكن الدمجة هي المواعد نعم المواعد ممكن تكون منتشرة بس الهدف من التطبيق يختلف صحيح تطبيق صحتي هبار عن خدمات الهيئة بالضبط لكن تطبيق طفلي لا ترون فيه خدمات تقدم هي معلومات أكثر تقدم معلومات توعية للإشتماعي وفيه بعض الناتوفيكيشن أو الارتس على الأدوية أو كذا بالنسبة تذكير تذكير بالأدوية واشا كتير أحب بخصوص المواعد من خلال تطبيق هل في أن يعد الموعد أو يلغي ولا لح ما دخلت في تطبيق ميتشارت حاليا في تطبيق ميتشارت هو خيار واحد أن الشخص يأكد الموعد ولا يلغي الموعد وفيه استبيان قبل ما يحضر الموعد ممكن يعبي الاستبيان هذا عساسا أن يساعد الدكتور لطلع على حالته بشكل كتير طيب في تطبيقات ثانية من ضمنها التي أطلقتها في الفترة المؤخرة تطبيق دمي 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 حيات لحيات هذا من التطبيقات المهمة جدا هو تطبيق للتبرع بالدم طبعا يساعدنا كهيئة ويساعد المتبرعين أكثر أكثر أعساسا يعرفون في استبيان لازم يعبون قبل في المركز حين صار هذا الاستبيان ذكي وخلال الموبايل يقدرون يعبونه هل هم يعني يصلحون للتبرع ولا غير يصلحون نظرا للأجوبة اللي يجاوبوها ويختصر الوقت ويقدر يسجل كمتبرع في قاعدة بيانات الهيئة أعساس أن نصل أكبر شريحة من التبرعين بالضبط وهذا تطبيق ممتاز صراحة أنا جربت شخصيا أنا شجع الكليل لازم ينزل تطبيق دمي سواء كنتحب تتبرع أو لا ولكن وجودك في قاعدة بيانات المتبرعين مع فصائل الدم خصوص الناس عندهم فصائل الدم النادرة أو الصعبة ممكن تتوقف في حياة الآخرين طبعا ويأخذ تسجيل غير دقائق عن طريق الابليكيشن جميل فيه تطبيق ثاني بعد أن تتكلم عنه أستاذ وليد المزاد الذكي طبعا هو الأستاذ فيه عندنا نحن كهيئة نوفر مساحات أو ما يعني مساحات معينة المحلات أيما فيقدر ينزل التطبيق ويشارب في المناقصات اللي هي وطبعا لو حب يعني نقدم خدمة جميل في أيضا تطبيق خاص بتجربة دبي الصحية كذلك هذه من التطبيقات العلاجية السياحة العلاجية السياحة العلاجية التي تحاولون يعني من خلال تقدمون بعض الخدمات عن القطاع الصحي في إمارة دبي شو بعد ذكرني إذا في شيء في بالك والله ما في شيء بس نحن لدينا استراتيجية إن شاء الله على السنة هذه تكون لغاتم التحركة تكون في بوابة وحدة لكل الخدمات الهيئة ممتاز لتسهيل عملية الخدمات الهيئة استهدفنا شو الخدمات الأساسية التي في الهيئة وفي الناس يرتدون عليها تواصلنا مع الإدارة الداخل الهيئة وإن شاء الله بيكون خلال السنة هذه تطبيق شامل لكل الخدمات نحن نتمنى لكم التوفيق أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الدكية إن شاء الله حفظنا خلاص بإدارة تقنية المعلومات شاكرين لك هذا تواجد تمنى لكم التوفيق وأنتم ما شاء الله تقومون بجهد كبير والله يوفقكم إن شاء الله وهذا المستقبل نحن نتكلم عن حكومة ذكية نتكلم عن تقديم خدماتنا بشكل ذكي قدر الإمكان المتعامل ما نبغي يكون موجود حتى في المكان إلا في الحالات اللي اللي يستدعي نعم أكيد فشوفي حين أنا أقدر من خلال ماي تشارت أفاعل ما أروح المركز الصحي فأروح أصلا يعني يوفر على المتعامل الوقت والجهد الكبير بالضبط إذن مستمعين يعني نذكركم بشكل سريع بأهم التطبيقات نزلوا تطبيق صحتي شبوا بالعربي وبالإنجليزي صحتي طفلي للأمهات والحوامل تطبيق حياتي وعندكم تطبيق ماي تشارت هذا بعد كذلك تنزلونه وإن شاء الله بيتم الدمج قريبا فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بنتواصل معاكم مع العديد من المواضيع فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم وراءة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا مستمعين إن شاء الله ما نفتح المجال جدامكم الذي حاب يتواصل معنا والذي حاب أنه يكون معنا في البرنامج عنده مداخلة ممكن أن يتصل على الأرقام اللي أريد أن أخبركم عنها الدكتور رندة على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين بعد على نور دبي على الإنستجرام أوكي أنزين هنا أقرأت دراسة الدكتورة أنزين وأخبركم سالفة يعني بعد كذلك في دراسة جديدة وجدت أن استخدام الأطفال في سنما قبل المدرسة للأجهزة الإلكترونية سيما الهواتف الذكية وجهزة الكمبيوتر يمكن أن يؤدي إلى صعوبات سلوكية كما وجدت الدراسة التي أجراها مركز لايبستيج لأبحاث الأمراض لأبحاث أمراض الحضارة بجامعة لايبستيج في ألمانيا أن الأطفال ما قبل سن المدرسة الذين يعانون من مشاكل في علاقاتهم بأقرانهم أكثر احتمالا للتعرض لهذه المشاكل بعد عام من استخدامهم لهذه الأجهزة طبعا المشرفة على هذه الدراسة تاين جابولين قالت في مؤتمر صحفي بالجامعة يظهر على الأطفال في مرحلة ما قبل سن المدرسة الذين يستخدمون هواتف ذكية أو الأجهزة أجهزة الكمبيوتر يوميا مشاكل سلوكية مثل فرط النشاط عدم الانتباه بعد عام من استخدام مقارنة بالأطفال الذين لا يستخدمون هذه الوساط كما أن الأطفال الذين ليس لديهم تقافة الاستهلاك الإعلامي لديهم مشاكل عاطفية أقل نسبيا الدراسة شملت 527 طفل عمارهما بين سنتين وست سنوات يعني بغض النظر النتائج تشير إلى أن زيادة استهلاك الوساط الإلكترونية هو عنصر خطر للإصابة بأمراض السلوكية كما أن المشاكل السلوكية يمكن أن تؤدي إلى زيادة استهلاك هذه الوساط وللأسف للأسف هذه مشكلة قايمة في مجتمعنا بشكل كبير أبغي أحد بس يتصل بي يقول لي أنا ما عندي هذه المشكلة مع المحيط اللي أنا فيه عشان أعرفه شو اللي قاعد يسويه على أساس أن قادر أن يزرع هذه الثقافة البارحة يعني أنا عندي هواية جميلة اللي هي الدرجات الهوائية فطالع الدكتورة منظر جميل لكن للأسف هو مش منظر لعائلة إماراتية ولا عائلة عربية عائلة أجنبية حتى وقفت سوله فياهم بعد كذلك ريال وحرمته وعنده ولد وبنت نعم كلهم على السيكل صغارية ولد عمره يمكن خمس سنوات والثاني البنت سبع سنوات أو ثمان سنوات وورا أمهم وابوهم يمارسون هذه الهواية فأنا أحسبها الحين هذه يمكن ساعتين من يومهم حركهم بالضبط وقاعد يعلمهم كيف يطلعون ويجاوزون الشسمة يتجاوزون الشارع بالإشارة الخضر أكذا مجموعة سلوكيات ومنها يعني نعيشة في البيت في كذا قبل صراحة يعني نجيلنا نحن في القايلة كنا نلعب كورا نرجع من المدرسة الساعة ثنتين ونص ثلاث نحن في الملعب حر شمس نزيل وما كانوا يخلونا أهلنا يعني لكن كنا نطلع ونسير ونلعب وكذا وغيره الآن ست سبع ساعات الولد ماسك الأجهاز اللوحي وتعالي يعني سحبيها على الأضرار اللي ممكن تصير بالضب قولي لي أنت حين من منطلق علمي ومنطلق يعني صحي صحي وأسري أسري أنا تناولت حين أتناولين أنت رحين يعطين الجانب الطبي طبعا الدراسة تذكرها أو شي محمود تعقيمها على هذه الدراسة فيهم ما تتقول إذا كيف يأثر على سلوك طفلي يا جماعة ترى الأطفال للأسف لما يقعد الطفل كل الساعات على جهاز اللوحيد أنتم ما ترقبوا المحتوى اللي هو يشوفه فيأثر على سلوك لأن أحيانا هالمحتوى طبعا موجود على جهاز اللوحيد إحنا ما نتحكم فيها أي حد ممكن نحط أي شي فيشوفون أحيانا محتوى مفوض ما يشوف الطفل في سنة في عنف في قتل في زيخضام مسدسات في عنف لفظي يكون وايد موجود أنتم ما تنتبهون له هذا الرقم واحد رقم اثنين طبعا تأثيره على العيون ضعف النظر والدليل نشوف كثير من الأطفال عمرهم أربع وخمس سنوات ولابسين نظارات يعني الطفل يدخل المدرسة وهو لابس نظارة يعني هذا ليه ما يدخرج من الجامعة شو بتتم من عيون على قوتهم هاتنا الله يحفظهم فتأثيره على العين تأثيره على الرقبة أعتقد كلنا شفنا في وسائل التواصل الصورة التي تبين فقرات الرقبة لما الطفل يكون قاعد على الجهاز اللوحي لأنهم لا يرسون قاعدات صحية يعني المشكلة أنا أعطيه جهاز لوحي وما أنتبه بعد كيف يقعد فتكون الكارثة كارثين ما أنتبه أنه قاعد رقبته بوضع غير صحيح وماسك الجهاز جريب من ويها والإشاعة كلها طالع على عينه فأنا حتى ما أنتبه لطريقة الجلسة ورقم ثلاثة طبعا وأبدا الجلسة فترة طويلة تساهم في زيادة وزن الأطفال الطفل طوه ما يرس على الجهاز اللوحي شو يسوي كيف يشغل وقته هو عينه هنا وحلجة شغال يعني معظمه حلجة مشغال شبس كاكاو حلاوة عصير يعني ما الشغال أنا يا سافاكوسو شو تقول شو يعني حلجة شغال هو يا سيني حلجة شغال ما في أنتبه لا أكل لا لا هو قاعد يعني أكيد بيوع فتخيله هو قاعد وقاعد يستهلك كل السعرات الحرارية مهما بتقولي ما بيأكل ولكن هو قاعد ساعات طويلة شو يستوي يزيد وزنه ويستوي عنده فكرة أن النظام أن الرياضة شيء مو بأساسي يعني هو قاعد طول اليوم على الجهاز اللوحي ما حد يقوله قوم تحرك اسحب عنه فضروري يا أمهات يا حبيباتي أنا أدري أحيانا أحيانا في بعض الظروف تحتاجين تعطينا لفترات وسيطة عشانا مثلا مثلا أنت مثلا عندك حد في البيت يا إنك الطريقة تطلعين شيء ضروري شيء يعني مدة بسيطة احسبيها لنحط أنا طراحة العيانة ده ما أحط ألارم يعرفوا سيستمي ما نعطيه جهاز على طول أشغل المنبه في هاتفي يرن بعد نص ساعة ما يعطون الجهاز شو نسوي هذا إحنا وخواتي نسكر الواي فاي نسكر الواي فاي من أساسها لا أنا ولا هما ما حد عنده وفا في البيت لازم تكوني شديدة لا تقولين أنا ده شو يستوي لو ما أتمنى شو يتخب يتم يصيح يتم يصارخ يتم يزاعد واليد ممكن تتأذى والأب يمكن يبير قد وغيرها أنا عرف هالأشيات تستوي في البيت ولكن لازم يفهم أن أنت بتعطيها نصف ساعة فقط عشان يرفع النفس يعني خوصاً أن الأطفال هالفزة ما يستهوين وايد التلفاز نصف ساعة حسبي بعد هذا الشلي لو عودتي أن في نظام رح يتعود بعد مدة وانا ناحية الطبية هالفزة هالنس فيا بسبب الحركات المتكررة يهم التهاب معين النفق الرزغي لا النفق الرزغي هنا في الرزغ محمود تعاف حتى يلتهب عليهم بسبب المسكة والإبهام هذا الإكبار يلتهب عليهم الصغار بس بركز على النقطة أنه في كثير من الأطفال يقول الأم أصبع الإبهام والسبابة تعورة دائما وفي الطرفين بسبب شو؟ مسكتهم الجهاز اللوحي بطريقة معينة فيستوي التهاب في المفصل فتخيلوا يا جماعة الطفل في عمر خمس سنوات مفاصلة تلتهب فقرات الرقبة عندها تتأثر ويستوي عندهم دسك ممكن يكون يستوي عندهم دسك خفيف من شي تلاقين حتى الطفل يعاني أحيانا أنه فيه آلام في الظهر آلام في الرقبة الأم يا متيتة في حصد يعني ما نشوف في عنده شيء ما نتوقع عنده دسك في العمر الصغير لكن يستوي يستوي عنده إنحناء هذا ما يسموه مخلب النص مخلب النص تيكس كلاو تيكس كلاو بالعربي الترجمة ما شاء الله ما نفهم شوف اللي هو تشنج الأصابع وآلام العضلات والتهاب المفاصل والتهاب العضلات كل هذا مقابل إنه يقعد على هذا الجهاز اللوحي طبعا فيه أكيد أضرار لكن إلى الآن الرقاد عنده لأطفال دكتورا وحتى فيه أطفال يجيهم مثل نوبات عصبية الصرع هذه والله التسويل اللي يقعدون طبعا إذا قعد أكثر من ست ساعات يوميا بشكل متكرر ما شاء العينة عن الجهاز ممكن يأثر على كهربة المخ على مثل ما نحن نعرفها كهربة المخ وفيه حالات أثبتت إنه فيه أطفال يتم نوبات صرع والسبة هذه الأجهزة بسبب الإشعاع اللي طالع من هذه الأجهزة اللي ممكن تؤثر على الدماغ وفيه نقطة كرة محمود مهمة لما تعطي الطفل جهاز لوحي قبل الذهاب إلى النوم بساعة ساعتين أو حتى أربع ساعات يأثر عنده على النوم لأن الإشعاع اللي طالع الإضاءة اللي طالعة تخلي المخ في حالة تنبيه دائمة تخيلوا أنت تشلون الجهاز الحين وتقولوا روح يرقد ما بيرقد لأن المخ إلى الآن متنبه جدا يفهم أنه نهار وفيه بعض الأمهات للأسف تعطي الآيباد للطفل عشان يرقد عليه شو اللي يستويه ما يقدر يرقد وحتى له رقد ما تكون جودة النوم جيدة والنوم شو يأثر يخلق طفل عصبي طفل أكل قليل وزنه ينزل إصابة للأمراض تكثر وممكن يخلق طفل مكتئب في أطفال يوم اكتئاب بسبب عدم القدرة على النوم بشكل ممتاز بشكل جيد فننتبه لهذه الأشياء إحنا ممكن ما ننتبه وايد إنه هي ممكن رقبتها بالتعبرة ولكن يأثر على النمو يأثر على العين يأثر على العقلة يأثر على نوم يأثر على حياته بشكل عام ويستويه لش طفل انطوائي الطفل انطوائي أخطر شي طفل انطوائي يكبر ما عنده أصدقاء يدخل في نوبة اكتئاب ممكن يكون منعزل حتى الطفل انطوائي يكون فيه أهليونة الطفل انطوائي من أمه وأبوه يعني حتى ما في تواصل بين الأم والأبو والطفل بالتالي أي شيء يسوي في هذا الطفل ما يخبر لأمه والأبو لأنه أصلا منعزل عنهم فداما حاسب السلوكيات تأثر على صحة الإنسان النفسية والجسدية طيب أنا في هذه الحالة دكتورة نحن كل هذه المواضيع نحن ما نقدر نمنعهم تماما عن الأجهزة الإلكترونية أو ما اسم الأجهزة الدكية هذه أو الألعاب الإلكترونية شو ما كانت نحن ما نقدر نمنعهم ولكن نقدر النظم العملية لأن أصلا هذه الأجهزة بعد كذلك في لها فوائد يعني إذا ما تم استخدامها بالشكل السليم بالضبط صحيح نحن شو ممكن نسوي في هذه الحالة عشان نظم الموضوع النظم هنا الموضوع غير أني أنا بنند الواي فاي أزي أول شي المحتوى قبل ما أقول ساعات المحتوى نراقب المحتوى اللي يقدم عشان ما نخلق طفل عصبي طفل ممكن يكون يؤذي الآخرين لأن المحتوى يكون غير مناسب رقم الثين نظم الساعات اللي يتشوفون فيها يعني حسب الدراسات لازم خلال اليوم ساعتين بالكثير نقعد يتشوف فيها ولازم ما تكون متواصلة نص ساعة يلعب ساعة بعدين ممكن تعطيه نص ساعة أخرى ما يكون متواصل وأسر طريقة تحطون ألان في التلفون أنه يذكركم متى مفوض يسكر هذا الجهاز اللوحي وبعدين إذا طاريتوا تعطونا انتبهوا للجلسة اللي هو قاعدة وضعية الرقبة وضعية اليد قرب الجهاز ترى إذا الطفل يقرب الجهاز من عينه وايد احتمال بدأ عنده ضعف النظر ما يتشوف بطريقة سليمة والطفل ما يعافي يقول جميل خلينا أخذ مداخلة صباح الورد النوبي صباحك الله بالخير صباح النور والسرور يعطيكم العافية يعافيك تفضل يا سيدي حالكم شاخو بارك أنا أعتقد قبل فترة يمكن سنة شاركت معها ثم ما أدري إذا تذكرون ولا لا ما أذكر أنا بروحي يعني والله أسأل ندى قل له أنت شو سويت البارحة ما تذكر لا اقترحت أنا عن الآيفاد حق الأطفال تفضل يا سيدي قل لي أنا قبل خمس أطفال ومساعدة طبيبة الأطفال في عيادة عندنا نحن في مركز صحي نعم ثلاثة لعشرين دقيقة ينفي يعني حق الطفل كفاية أن يلعب في الآيفاد الطفل عندنا شاب حركة يبغي يلعب يبغي كسر يبغي يسير يبغي يرد نحن ليش نمنعه النوبي معانا ولا فصل فصل خط معا نعم نعم النوبي والله ما عارش استوى جربي تكلمين أولا ثاني ما عارش استوى في الخط لكن ما ما سمعنا عدل إذا في مجال يطلعوا يعني زين ما في مجال باتر إن شاء الله بعد أن نطلع معانا في نظريات دكتورة يستخدمونها أصلا في الألعاب الإلكترونية أن يخليك تدمن عليها فهي نظرية حسابية مم شغلة بسيطة يدرسونها ويسوونها ويشتغلون عليها على أساس أنك أنت تدمن نزيل على هذه اللعبة وتحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تتركها نأخذ النوبي مرة ثانية النوبي عاد اختصر لي لأنه ما عندي وقت تفضل يا سيدي لا لا بعد تفضل 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 إذن حبيت طريقة للأطفال أو ليلة الأمور لازم ينشون عليها عطى الآيباد قلنا بوي هذا الآيباد عندك أسبوع كامل تستخدم ترك لي مرة وحدة أشحن الآيباد مرة وحدة في الأسبوع يوم اللحظ الصبح قبل يشير للمدرسف يا سلام ولا يوم السبت في الليل وخشي بتشارت بعد الأسبوع آه بعد الأسبوع ما بي شحن الولد بيتعلم تنظيم الوقت صح يا سلام بيتعلم بيتعلم كيف يوفر الطاقة اللي في الآيباد نفسه صحيح بينظم وقته يعني مم بس الاستثارة من أو أضرار الآيباد بتعلم كيف ينظم وقته ويروح الطفل فكرة جميلة والله حبيت الفكرة فكرة جميلة جدا أنا صراحة طرشت حق أصدقائي في الآيباد في بعض الناس طبقوها مشكروني عليها وفي بعض الناس ما طبقوها أتمنى أن أكثر عدد ممكن يشارك أو يطبق الفكرة هذه نتائج بعد شهر شهرين تسلم يا النوبي اختراح وميز نحن نشاكرين لك هذه المداخلة شكرا جزيلا لك إذن دكتورة يعني نعيد ونكرر أن سلامة أطفالكم يا جماعة الخير مسؤولية وموروا حافظوا على عيالكم لأن هذه مثل ما تستثمر في طفولته في صحته وهو طفل بهذا الشي بيسحب عليه على مدى الحياة فعلم الرياضة علمه يتحرك علمه أن قدر الإمكان يبتعد عن الأشياء اللي ممكن أن نضر صحته هني أحمد يقول أهم شيء فقرات الرقبة وضعف النظر صحيح دكتورة أنا أسفل ظهري اليمين يفلي من فجأة يروح ما فهمت السؤال هل يؤثر على الكبار بطبيعة الحال نعم ولكن التأثير على الطفل بشكل كبير ويبين على طول جسم الإنسان يمتصل لنوار بدل من نور الشمس يسبب نقص فيتامين الدال شكرا لك إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نحن كانت حلقة سريعة دكتورة ما حسننا بالوقت لكن شكرا ميرا لغفلي كانت معنا في التنسيق شكرا يوسف سعد في الإعداد محمد الصفار في الإخراج وشكرا لك دكتورة ند الملة شكرا لكم نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت تقبل تحياتي محمود ووسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي